مرت على مصر العديد من أنظمة الحكم سواء كانت رئاسية أم برلمانية لقد عكست هذه الأنظمة على الوضع في مصر حالة ما بين الاستقرار وعدم الاستقرار خلال التاريخ المصري الحديث ومنذ عهد الملكية وحكم أسرة محمد علي باشا الكبير وحتى قيام الجمهورية المصرية مع قيام ثورة الضباط الأحرار في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 مرت على مصر العديد من أنظمة الحكم سواء كانت رئاسية أم برلمانية فالإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 1953 والذي اتمر العمل به حتى عام 1956 عبر عن مرحلة التحول من نظام الحكم الملكي البرلماني إلى نظام الحكم الجمهوري الرئاسي خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر بدأت مصر عهدا جديدا من التحديث والإصلاح الاشتراكي حيث أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن دستور جديد ووضع نظام حكم رئاسي يتمتع فيه الرئيس بسلطة تعيين وإقالة الوزراء بعد إقرار قانون الانتخابات انتخب الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس الثاني للجمهورية في الثالث والعشرين من يونيو من عام 1956 وفي عام 1957 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن تشكيل الاتحاد القومي مما مهد الطريق لانتخابات مجلس الأمة ليصبح أول برلمان منذ عام 1952 بعد تولي الرئيس محمد أنور السادات صدر دستور عام 1971 ووصفت المادة الأولى من الدستور هذا النظام بأنه نظام اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة واعتبرت الشعب المصري الذي يتحدث هذا النظام باسمه جزءا من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها وفي خطابه في جلسة افتتاح مجلس الشعب الجديد عام 1976 أعلن الرئيس محمد أنور السادات عودة الحياة الحزبية تحت مسميات أحزاب اليمين الوسط اليسار وفي مايو 1980 عدلت المادة الخامسة من الدستور والتي أصبح بمقتضاها مسموحا بتعدد الأحزاب السياسية في البلاد وفي إطار التطور في الحياة السياسية المصرية شهد عام 2000 أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب تحت الإشراف الكامل للقضاء مما جعل هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في التاريخ النيابي المصري كما أجريت في سبتمبر من عام 2005 أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة منذ ثورة 23 يوليو من عام 2052 لاختيار رئيس للبلاد وذلك بعد أن كان يتم اختيار الرئيس عبر الاستفتاء داخل البرلمان بعد موافقة ثلثين نواب وخلال المرحلة الانتقالية من عام 2011 حتى عام 2014 تم إصدار إعلانات دستورية وتعديلات وتغير في تلك الفترة نظام الحق من مرحلة انتقالية لمدة عام قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعقبه نظام شبه رئاسي منح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء تلتها فترة انتقالية ثانية تولى على إثرها المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت لحين إجراء الانتخابات إلا أن الدستور المعدل في عام 2019 حدد صلاحيات الرئيس المنتخب فالرئيس في الدستور المعدل ينتخب لمدة ست سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين كما لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشعل أي منصب حزبي خلال مدة الرئاسة كما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن صلاحياته دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور